اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أراح باليوفي في هذه الفقرة أحمد سابت زكا بعمل الحمد لله كله تمام حمد لله إذن كريم سعيد زكا كريم زكا بتسلام كله تمام الحمد لله أحمد لله أحمد خليني أبدأ معاك واسمعكوا برضو رأيكم تولي اتنين في التعامل الإعلامي مع سوارش خلال هذه الفترة طبعاً ريكاردو سوارش جاي في فترة صعبة يعني تعتبر فترة صعبة جداً عليك المدير فني جاي في أصحب فترات أن أنت بتغير مدرب يعني في نص الموسم وجاي كمان يعني في ظل بطولات وراء بعض دوري في كاس في سوبر في موسم جديد فهو جاي الراجل أنا شايف أنه عنده فكر معين عايز يطبقه اللي هو كلمتي فيه قبل كده اللي هي اللعبة التمركوزي اللعبة التمركوزي أول ما جاه اللي هو البوزيشنا البلاي اللي هو الكرة الحديثة دلوقتي اللي كل الدوريات جوارديولا بنشوفه بيطبقها هو حتى أول ما جاه بيلعب 4-3-3 بدأ يمشي تدرجياً النتاج ما كانتش أحسن حاجة لعب الزمالي خسر لعب بيراميز خسر فبدأ اكتشف في الفترة دي أن انت لو لعبت كده واللعبة كمان مجهدة وفي ظل الإصابات الموجودة فالظروف مش مساعداء فبدأ أنا هغير الفكرة جماعة ولعب بالتلاتة وراء وأمن ولعب بالتلاتة اتنين خمسة اللي هو تلاتة اربعة تلاتة يعني اللي بتتحول لتلاتة اتنين خمسة فأنا أنا شايف الراجل عنده فكرة بس هو جاي في وقت مش كويس مش محظوظ أو أنه هو جاي في الوقت ده ولكن فكرة التعامل الإعلامي معاه لازم احنا هنا بقى نحميه دور السوشيال ميديا الأهلوية والإعلامي الأهلوي أن انت تحمي المدرب بتاعك تحمي المدرب بتاعك إزاي نفس اللي حصل في فترة موسيماني موسيماني كان كذبان الزمالي خمسة والقنوات وبعض الإعلام طالع بيتكلم أنت إزاي داخل فيك تلاتة جوان ولا إزاي الزمالي يمكن أن يرجع تلاتة جوان ده الداخلцион بالإاللي هو بيحاول الوقت في الكرة القدم الحديثة ليس بتقسم الملعب قدام الغمسة اللي قدام دول لخمس ممرات الممر اللي هو اللي في النص يعني عاء 2 و4 دول اللي هو الممر الداخلي والممر الداخلي واللي في النص اللي هو العمق اللي هي في حتة أزون 14 اللي هي رقم تلاتة وواحد وخمسة هو لما جئ في الفترة الأخيرة ديت هو بيحاول يعني طريقة اللعب لما نجي نشرح حتى في طريق اللعب هو بيطبق 3-2-5 الخمسة دول مثلا في آخر مباركة نومين رقم 5 ده اللي هو محمد هاني رقم 4 اللي هو زياد طارق رقم 3 أحمد سيد غريب رقم 2 قدامنا الصور على الشاشة رقم يعني أدي واحد محمد هاني زياد طارق أحمد سيد غريب ميكوسوني كريم فؤاد ده شكل البوزيشن البليل اللي هو بيحاول يطبقه بس انت ما تقدرش تحكم على الراجل ما ينفعش يا جماعة نحكم على الراجل في الفترة دي ليه؟ انت عندك إصابات كتيرة جدا في الفرقة وبعدين الفرقة الأساسية أصلا مش موجودة والفرقة اللي بتلعب يعني مثلا عمر السلاة مش موجود حمدي فاتحي مش موجود محمد الشناو مش موجود علي معلول مش موجود بيرسي تاو لسه راجع محمد شريف مصاب أفشا مش موجود أحمد عبدالقادل لسه راجع مبيرة فانت الفرق أكرم توفيق مصاب بدر بنون مشي فالراجل بيلعب أصلا من غير فرقة وبيلعب بالشباب وبيلعب بالعيبة البعض منهم لسه النادي بيشوف إذا كان البعض هيمشي ولا البعض هيكمل ولا إيه أنت بتقيم في الفترة دي أن انت فترة تحصيل حاصل مباراة كلها تحصيل حاصل فالراجل بيحاول عنده فكرة عنده حاجة عايز يطبقها بس الظروف مش مساعدها فأنا مقدرش لازم هنا الإعلام الأهلاوي والسوشال ميديا الأهلاوية تحميه ما ينفعش نعمل زي مكان اللي بيحصل مع موسيماني أنا لازم أديله فرصته طب الراجل محتاج إيه محتاج دعم من وجهة نظري محتاج دعم من جميع الأهلاوية والسوشال ميديا الأهلاوية أن أنا أحميه حتى لو أنا مختلف معه في بعض التغييرات يعني أنا شايف مثلا محمد أشرف كان يبدأ شوية لأن هو مثلا مركزه ممكن بعض التغييرات نختلف معه فيها ولكن لازم نحميه في الفترة دي لازم نديله كل الدعم وفي نفس الوقت أنا شايف أن الراجل محتاج بطولة أو مكسب على فرقة كبيرة مكسب على مثلا كسبة الزمالك كسبة بيرامدز هتفرق معه هتديله الثقة أكتر فالراجل محتاج ياخد ثقة محتاج ياخد بطولة في الفترة الجاية فالفترة دي يعني أنا شايف أننا باللم فيها أنت إن شاء الله دخل على صفقات جديدة في صفقات جديدة قوية جاي النادي الأهلي سيبك من الكلام اللي بيتقال في الإعلام أن الصفقات مش قوية لا في صفقات جديدة قوية قوية جدا كمان والناس شغالة كل يوم أن هم تقولين أحمد حاجم يعني فيه لما يتم الإعلام لما تقولش طبعا لما أهزل في صفقات جديدة جاية قوية في النادي الأهلي إن شاء الله لما الراجل يشتغل مع عودة اللعيبة نقدر بقى نحكم مع بداية الموسم الجديد لما الموسم الجديد يشتغل مع الصفقات الجديدة تيجي مع أنه لما يتم الإعلان عنها أنت بفوت تقول لي أنت بتعرفهم ش يعني والله يعني نحن نجتهد يعني مش أنت برضا أحمد خلي بالك بص ويروح في حتة فأنا الفكرة أن التعامل الإعلامي مش عايزين نعمل زي ما حصل مع موسماني معلش برضه مش بحب أتكلم على الأندية الأخرى ولكن مثلا فريرا فريرا مدرب محترم جدا وعمل نجاحات مع الزمالك ولكن مثلا ماتش مبيرح الإسماعيل كان يكسب الزمالك الإسماعيل عمل مباراة هيلة قدام الزمالك البعض طلع قال لك بص التبرير أو الحاجات الناس لازم تركز في النقط دي إن الإرهاق إرهاق 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 إيه يا جماعة الزمالك لم يلعبش بقاله 6 أيام قبل الماتش ده ومالي الأهل اللي بلعب كله 3 أيام ما فيش حد بيجيب سيرة إرهاق لإيه ده ده بس تجيب سيرة إرهاق أو الإحمي لغاية إما الراجل بس يشتغل في أجواء مثالية وأجواء مناسبة